مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من ترانز النهاردة هيكون معنا كل الأخبار اللي لفتت انتبهكم على مدار الأسبوع على السوشيال ميديا ودلوقتي يلا نبتدي بفقرة ترانز أف دوويك مصر تبهر العالم The Swimmers يتصدر التراند عالميا الشاب الكيني أبو بكر ويلا بينا نعرف كل التفاصيل أنا مصر اللي من غيري ميزان الدنيا دي يختل حروف اسني في أول فصل في كل كتاب وكل زمان أنا كل الفروع والأصل ولي أثر في كل مكان ده كان جزء من كلمات أغنية أنا مصر واللي غنيها الكينج محمد مونير في حفل نقل الموميوات والحقيقة أنا ملقيتش أجمل من كده كلمات أبدأ بيها للخبر ده على مدار يومين نظمة مجموعة ديور العالمية حفل إطلاق مجموعة خريف وشتاء 20-23 في مصر والحفل ده اتعمل في المتحف المصري وفي الأهرامات تحديدا وكان حفل أكتر من مبهر في كل شيء الجميل في الحفل ده مش بس أنه دار أزياء العالمية تختار مصر عشان تعلم من خلالها إطلاق مجموعة جديدة لا ده كمان كان حضور عدد كبير من النجوم العالميين زي طبعا نعومي كامبل وده جنب طبعا نجومنا المصريين والعرب زي أحمد حلمي وظافر عبدين وغيرهم كتير من الفنانين والمشاهير وخلينا نستعرض معاكم تفاصيل الحدث العالمي ده الحدث كان متقسم على يومين اليوم الأول كانت حفلة خاصة في المتحف المصري وحضرها النجوم العالميين وعدد من الفنانين المصريين والعرب كمان وكانت الحفلة مقفولة على العدد معين من الناس واليوم الثاني كان في صفحة الأهرامات واللي كانت حفلة أكتر من مبهرة بصورة لفتت انتباه العالم كله وخلت صور كتير جدا من الحفلة تتصدر الترند في العالم كله الأكتر جمال بقى في القصة دي أننا لو بصينا على السوشال ميديا بتاعة النجوم العالميين دول هنلاقيها كلها بتتكلم عن مصر وجمال مصر وعظمة مصر وطبعا ده أفضل دعاية وترويج للسياحة في بلدنا الحكاية بتبدأ سنة 2011 من مدينة دمشق السورية قبل أحداث الثورة وبداية العنف وانتشار القطر أما أبطال الحكاية فهم بنتين سوريتين اسمهم يسرة وسارة وهما سبحتين وبعد ما كانت الحياة هادية ومستقرة كل شيء بيتغير والخطر بيكون في كل مكان حواليهم والحرب بتضمر حياتهم وكمان مستقبلهم ومش بيكون قدام البنتين حل غير الهرب من سوريا ومن جحيم الحرب وبيقرروا الهجرة بصورة غير شرعية لألمانيا ده باختصار كانت قصة فيلم دا سويمرز أو السبحتين واللي بيدوم عدد كبير قوي من المشاهد المؤلمة والمرعبة في نفس الوقت وده اللي خلى الفيلم يتصدر قائمة الأفلام الأعلى مشاهدة عالميا خلال الأسبوع اللي فات ومن وقت كمان عرضه وخصوصا أنه بيرصد قصة حقيقية حصلت بالفعل على أرض الواقع وهي قصة السبحتين سارة ويسرة مارديني واللي هربوا من سوريا وقدروا أنهما يشاركوا في أولمبياد ريو دي جونيرو سنة 2016 وبالرغم من كل ما شاهد الهروب والنجاة من الموت إلا أنه أكتر شيء مؤلم في الفيلم بجد هو أنه بيجسد بكل دقة يعني إيه ضياع الوطن ويعني إيه تعيش تحت مسمى لاجئ بعدما بتعذي برحلة هروب طويلة جداً بتتعرض فيها للموت في كل لحظة في شاب كيني اسمه أبو بكر الشاب ده قدم أكتر من مرة في الوظائف الخاصة بكاس العالم المقام في قطر دلوقتي لكن أكتر من مرة اترفق برضو وكان كل مرة بيترفت فيها كان بيقدم تاني لحد ما تقبل في الآخر ولكن حظه وقعه في وظيفه مملة جداً وهي أنه يعود على كرسي ويمسك إشارة في إيده ويوجه الناس لاتجاه المترو الشاب ده طول الشفت بتاعه مطلوب منه أن يقول جملة واحدة بس وهي ماترو ديس وي ولأنه واضح جداً أنه زهق من تقرار الجملة بنفس الطريقة قرر أنه يبتكر طريقة فيها هنا للجملة دي الجميل بقى أن الجمهور المشارك في كاس العالم حاب الشاب ده جداً وبقى كل الناس تقريباً والمشاهير بيروحوا علشان يتصوروا معاه وهو طبعاً بيقول جملته الشهيرة ومن كتر ما اشتهر وبقى ترند قطر قررت أنها تقرموا بأكتر من طريقة الأولى أنه هما خلوه يسجل الجملة بطريقته وبقت الزعف الإزعاعات الداخلية للمترو ومش بس كده دول كمان قرروا أنه هما يمدوا قمتهم لمدة سنتين كمان وده طبعاً تكريم لي لأنه ساهم في التسويق للبطولة بعد ما اتصدر الترند حول العالم كله وبكده نكون خلصنا فاكر الترامز أوف دوويك الأسبوع اللي فات حصل حالة من الصدمة بسبب الحملة الإعلانية اللي قامت بيها دار الأزياء العالمية بلانس ياجا وبصراحة كلمة صدمة هنا قليلة لأن اللي حصل من الشركة كان كارثة بكل المقاييس وعشان اللي ما يعرفش القصة خلوني أقول لكم باقتصار إيه اللي حصل الناس سحيت في يوم من الأسبوع اللي فات ولقوا دار الأزياء العالمية دي عاملة حملة دعاية جديدة لها فيها استغلال الأطفال وكتير من الإحاقات الجنسية الخدشة للحياة والترويج لكتير من الأفكار الشازة بكل ما تحملوا الكلمة من معنى وطبعاً لما ده حصل الدنيا كلها تقلبت لدرجة أنه كتير جداً من الفنانين العالميين والمصريين كمان قراروا مقاطعة الشركة ومنتجتها مش بس كده ده ظهر عدد كبير من الوجوه الإعلامية للشركة وهم بيقطعوا منتجتها صحيح أن الشركة رجعت بعد كده ومسحت الصور ونزلت اعتذار رسمي عن اللي حصل وقالت أنه ما كانش مفروض أنه الأزياء والإكسسوارات دي تتعرض مع الأطفال ولكن الموضوع مخلص لحد هنا لأن في قضايا كتير بتلاحق دار الأزياء حالياً في القضاء في معظم دول أوروبا تقريباً كل ده خلينا نسأل نفسينا أكتر من سؤال مهم أولهم هل زي ما بقينا نشوف منصات بتقدم أفكار مسمومة لمجتمعنا من خلال بعض الأعمال الفنية اللي بتقدمها هنشوفه بينتشر برضو عن طريق بيوت الموضة وغير السؤال ده في مليون سؤال وسؤال الواحد بقى بيفكر فيه لما بيشوف اللي بيحصل حوالينا ولكن طبعاً أهم أسئلة بالدور حوالينا القصة دي هي متعلقة بالأطفال اللي اتعرضوا للاستغلال وواضح جداً أن الأطفال دولة يعني صغيرين جداً في السنة عشان كده هيكون معنا دلوقتي مداخلة من الأستاذ أحمد مستدحي المحامي ورئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر أهلاً يا فنم أهلاً وسهلاً بيكي أهلاً وسهلاً بعد إذن حضرتك أول حاجة عايزة عرفها رأيك فيه اللي حصل فيه موضوع الحاملة بتاعت الدعاية بتاعت بالانسيا ده آه طبعاً هي بتشكل جريمة بلا شكل والجرائم من هذا النوع فيها تمام دولي أو ليها تمام دولي من سنوات عديدة يعني سنة 99 مثلاً الدول اللي في العالم كلها عملوا بروتوكول آه هذا البروتوكول ملحق لإتفاقات حول الطفل خاص به منع استغنال الطفل في عرض الأعمال الإباحية والبغاء وغيره وده البروتوكول ده بيأكد على أن الدول جميع الدول العالم مهتمين تمام كبير جداً بمنع مشاركة الطفل في أي عمل إباحي قانون الطفل المصري كمان جرم ده من شكل كبير أي منتج ثقافي يشتمل على أو يخاطب غرائب الطفل جريمة أي مشاركة للطفل في أعمال إباحية جريمة عقوبتها تبدأ من سنتين حبس وغيرها من طبعاً المواد القانونية اللي بتوفر أكبر قدر من حماية الأفصال غير كده كمان أننا أنشر ده أو يبث بأي طريقة طبعاً إذا كان عن طريق الإنترنت أو عن طريق حتى البث الإزاعي العادي لو ده دم دي جريمة أخرى دي جريمة أخرى بتغلص العقوبة بتخلي العقوبة تصل الخمس سنوات فالمسألة لسجن فأنا عايز بس أنا دايماً بتكلم في العقوبات عشان الناس تبقى واخدى بالها ومتأكدها أن القانون المصري وحتى الدولي منعاً بشكل كبير وبشكل حازن فكرة استغلال الأطفال ومشاركته في أي أعمال إباحية يعني ده في العالم كله؟ كله بلا استثناء ودي جرائم بترتب عليها عقوبات غليظة في دول العالم طيب يعني حتى يعني لو كان الموضوع مش واضح قوي زي ما هم كانوا عاملين في الحاملة بتاعتهم أن هم كانوا حطين الأطفال بس مسكين دبة الدبة دي لابسة حاجات طبعاً لها إحاقات جنسية فهو ما كانش أن الطفل نفسه بس هو ماسك الدبدوب هل ده برضو لي عقوبة حتى لو هو الموضوع مش واضح مية في المية؟ بزبط يعني أنا هقول لحضراتك حتى مجرد نشر بيانات الطفل وتعرضه للخطر حتى لو ما كانتش مواد إباحية وكان مجرد بتخاطب غريزه زي ما قلت حضراتك بتخاطب أخلاقياته بتأثر على تنشئته أو أخلاقه جريمة برده دي جريمة ما فيش كلام يبقى أنا عايز أأكد لحضراتك أصلاً مفترض مشاركة الأطفال هنا تكون مشاركة إيجابية جداً مشاركة الأطفال في الأعمال الإعلامية يعني سواء إذا كان إعلان أو عمل تليفزيوني منطق ثقافي الطفل بيشارك عشان لنمي موهبته وقدراته وكمان نحسن من أخلاقياته وقيمه مش العكو صح القانون واضح عشان كنا بقالك تحضراتك القانون واضح جداً يعني أستاذ عحمد إحنا دايما لما نشوف طفل في إعلاننا الأول حاجة إحنا بنحسها أنه دا كأنه أخوي صغير أو ابني أو بتحس اللي هو فجأة الواحد بيحس اللي هو يعني يا أم يا أخ يا أخت الموضوع بيأثر جداً في نفسية الإنسان وفي قلبه لما بيجي يتفرج على طفل ففكرة أنه نشوف حاجة زي كده تخد وتخوف وحاجة عنيفة جداً أنا عايز أأكد لحضراتك أن يعني حتى لفظ استغلال التجاري بالضبط يعني هو استغلال التجاري يعني أنا بكسب بتاجر بالأطفال وبرائتهم والمفترض أن الطفل في أول سنين عمره لحد سبع سنين بيتم تنشئته وبناء شخصيته بالكامل صح وبعدها مراحل أخرى يعني لغاية لما نوصل لسن القانوني للطفل هو سنة 18 سنة هذه المراحل في مراحل طبعاً مختلفة إنما المراحل الأولى هي مراحل بناء الشخصية فأنا المفترض ببني شخصية هنا شخصية قادرة على تحمل الصعوبات المستقبل وفي نفس الوقت بها القيم والأخلاق اللي هتواجه المجتمع ده بشكل جيد لما يبقى مواطن بعد طفل أنا عايز بس أوصلك ده أنا بعمل العكس تماماً أنا بشكع على وجود مواطن دائماً عنده انهيار أخلاقي دائماً بيعمل كل ما هو ومعرض ارتكاب جريمة أكثر عندما يكبر ومواطن ما عشان كده لازم نتوقف فوراً عن أي إعلان أو منتج بيعرض صورة الطفل مهما كان هذا المنتج بيوصلنا الخير يوصلنا لأي عمل حتى لو العمل ده جيد في الآخر إنما هو في النهاية هو استغلال زي ما حضرك قلت كده أنا باستغل مشاعر الجمهور وبعرض عليه طفل عشان خاطر أستجدية عشان خاطر أوصل لي مكسب تجاري وعشان كده لازم ده يتوقف فوراً لأنها جريمة بكل المقايم بس هي مش بتبقى جريمة طول ما الأب أو الأم ماضين على أنهم موافقين على ده طبعاً لا يا فنم لا جريمة برضو أنا عايز أقول لحضرتك أن الجريمة يعني الأب والأم بيدخلوا في دائرة العقاب أوكي الطفل محمي بغض النظر عن وجود الأب والأم يعني الدولة إذا كان مصري أو غيرها عليها حماية الأطفال حتى من أثارهم وده يا أستاذ أحمد لحد سنة 18 لحد سنة 18 الطفل هنا محمي تماماً يعني ما نجيش نقول الأب واخد ابنه لبنته يجري عملية ختان دي جريمة جريمة يعاقب فيها الأب الأب واخد ابنه يستغل في التسول والتشرط جريمة يعاقب عليها الأب يبقى هنا الأب والأم يرحق بيهم العقاب إذا تم استغلال الأطفال بأي صورة أستاذ أحمد مسترحي بشكر حضرتك جداً على المداخلة وبكده نكون خلصنا فقرة سكوب خلونا دلوقتي نروح نشوف فقرة السوشال لاب ونرجع نكمل بقية فقرتنا تعالوا نبدأ من الإنستجرام هنلاقي بتبعها 13.900.000 متابع وهي بتتابع 3.420 أكاونت ونشرت لحد الوقت حوالي 98 صورة وفيديو نشرت أكتر من 30 صورة لها في عروض الأزياء وأكتر من 20 صورة بلوكس متنوع في إيفنس مختلفة وأكتر من 20 صورة في فوتو ساشنز من الإنستجرام لتويتر بيتابع نعومي كامبل 725 ألف متابع أما هي فبتتابع 954 أكاونت على تويتر ونشرت لحد الوقت تقريباً 7.442 تويت ومن تويتر لليوتيوب نعومي كامبل عندها قناة على اليوتيوب اسمها No Filter with Naomi بتكلم فيها عن الجمال والموضة وكمان الرياضة قناتها بيتابعها 541 ألف متابع ونشرت 104 فيديو وبكده نكون شفنا أكاونت نعومي كامبل على السوشيال ميديا ودلوقتي جي معنا مع آخر فقراتنا دايماً لما نسمع كلمة فود بلوجر بيجي في بالنا أنه حد بيتجرب أكلات مختلفة من أماكن وبلاد كتير لكن ضفنا النهاردة فود بلوجر مختلف جداً لأنه خصص المحتوى بتاعه أنه يسافر حول العالم علشان يكتشف ويجرب كتير من الفكهة والخضروات الندرة جداً والتي تقريباً محدش يعرف عنها حاجة منوّرنا النهاردة محمد فراج عشان نعرف ونكتشف معي أسرار جديدة عن عالم الفكهة عارف إيه ده؟ طبعاً ما تعرفش أنا جاي أعرفك ده السنيك فروت أو السلاك فروت فكهة ستوقية بتتزرها في عند نوسة كتير قوي قوي ليه بقى سموها سنيك فروت؟ بص شكل عامل إزاي؟ شبه جلد التعباني شايف ولا مش شايف؟ شايف ولا عرب أكتر؟ تعالوا كده نفتحها ونشوف بتقول إيه بص ايه يطلع لك بقى من جوه المنظر ده كده شبه فصوص التون بس كبيرة شوية ايه رغم أن ده مستويتش قوي بس مسكرة زاك يا محمد؟ زاك يا ريهام عامل إيه؟ إيه الهدايا الحلوة دي؟ ده عايزة أقول لك أنه هو نقطة في بحر الحاجات الجديدة الموجودة اللي إحنا في مصر أنا ما عافش عنها حاجة أنا عايزة أقول لك أنه أنا هجرب كل الحاجات دي وحاكلها كلها وأوعادك هتبقى تجربة ممتعة أوكي إن شاء الله طيب أول حاجة عايزة أعرف إيه اللي خليك تتاجه في السوشال ميديا للنوع ده من القانتنت أو المحتوى بصي أنا من ساعة ما دخلت السوشال ميديا وأنا مقرر أن أعمل حاجة تكون جديدة نوعا ما وفي نفس الوقت يكون فيها إفادة ولو بشكل بسيط وبشكل يعني إحنا مش بنيدي حصة كيميا في الآخر اللي بيتفرج اللي بيتفرج على حاجة دماء خفيف لطيفة وياخد فيها معلومة ومنعا للإسفاف اللي ممكن كتير جدا نكون بنلاقيه لأ خلينا نتفرج على حاجة يكون شوية لها إيما بس ده الهدف الأساسي من أن أنا بحب بقى الحاجات دي طيب أنت إيه اللي خليك أصلا تتاجه للسوشال ميديا عندي شوية معلومات عن الفواكه دي بجربها من 2006 وبدأ بقى صحابي ينصحوني بالموضوع ده طيب ما تجرب طيب ما تعمل حاجة طيب أعرض اللي عندك طيب أنت كنت خصوصا كمان في ساعتها كنت لسه جاي من بره وكان معي شوية حاجات طيب اطلع بهم الفيديو ومن هنا بقى بدأت الفكرة طيب والناس زي على السوشال ميديا استقبلوا النوع المحتوى ده لأنه مختلف يعني ما شفناش حد بيعملوا قبل هقولك في الأول كان الموضوع ما فيش فيه أي تفاعل معي خالص خالص أنزل الفيديو ما محدش بيتفرج عليه غير أنا وصحابي تقريبا محدش تاني بيشوفه لكن بعد كده مع التنوع بقى في الحاجات اللي تيجي ومع الأشكال والناس كمان بدأت تتاخد أكتر من فكرة الأسعار والشكل اللي مش موجود عندنا خالص مش مألوف بالنسبة لنا فلقى إزاي ده موجود كده وإزاي ده سعره كذا وهكذا بدأت الدنيا بقى تنشط من الحتة دي من المقطة دي طيب محمد أنت أصلا شخصيا إزاي بتعرف على أنواع الفكرة المختلفة دي أو الندرة التجربة الأول كنت بشوف الكلام ده 2002 و2003 كنت بشوف الكلام ده على الكمبيوتر وانا قاعد مثلا بتفرج آه ده فيه حاجة شكلها غريب ده فيه حاجة لها فواهد جمدة جدا ده كذا ده كذا لحد ما بدأت أن أنا في أول سفرية ليه قال الكلام ده مش فوتوشوب ده الكلام ده حقيقي فكرة بقى أنك تشوفي اللي كنت بتحلامي بيه واللي كان مجلد قدامك بس صورة مش أكتر من كده تشوفي بقى واقع قدامك وآه ده أنا بمسكه ده موجود فعليا بقى والدقيه كمان تبدأ بعد مغيك تعمل مقارنة ما بين الحاجة اللي كنت بتتخيلية والواقع اللي موجود قدامك بس ساعات بنشوف فاكهة شكلها مش مقلوف وتقول إيه ده شكلها غريبة أنا مش هجربها وبعدين ما تدقها تراقيها حاجة فظيعة في الحلاوة بالضبط والعكس يعني ساعات برضو إحنا بننقي فاكهة تحس إن شكلها اللي هو ياه هتبقى مسكرة جدا وطعمها حلوة جدا ويطلع طعمها مثلا مزز أو مش مش مسكر أو كده يعني هديلك نموذج على كرامك بالضبط في فاكهة بيقولوا عليها في العالم ملكة الفاكهة اسمها دوريان دوريان ديمنين الأول دوريان شارق آسيا وموجودة في اندونيسيا وفي تايلاند وفلبين بكمية كبيرة جدا مشكلة الدوريان في ريحتها ريحة بشعة محدش ممكن يستحملها ريحة صعبة جدا لدرجة أن هي ممنوعة من دخول القتلات ممنوعة من ركوب الطيارة يعني حاجة كده ريحتها صعبة قوي 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 ممكن نقول مثلا ريحة فسيخ على بصل ماركونين مثلا كده في الحر بقالهم كم ساعة يانهاري اه ريحة صعبة قوي على النقيد خالص بقى طعمها مسكرة جدا وطعمها ممتع جدا كي أن الجايبة مثلا موز مسكر جدا حطيتي عليه زي هيفي كريم كده وعملتيهم آيس كريم اتكذ معايا بقى علشان اللي هتشوفه في الفيديو ده مش هتشوفه عند أي حد ولا في أي مكان تاني دي ملكة الفاكهة طعم الجنة وريحة جهنم الدوريان واحدة من أغرب وأغلى الفواكه في العالم بص شكلها عمل إزاي تحس إن هي كائن فضائي أنا تهورت وجبتها علشان خطر أفرقكوا عليها وكانت وحشان بصراحة بقى لي كتير قوي ما كلتاش تعالوا نفتح ونشوف كده ظروفها إيه ريحتها لا تطاق وشكلها مرعب الريحة يا جدعان وشهوصف لكم العذاب اللي أنا فيه إيه دي تخرمت اهي بسم الله طعم حلو جدا وريحة في منتقى القزارة بس الريحة دي ممكن تقفل الواحد إن هو يجرب حاجة يعني بذلك الفاكهة دي يعني إنت هتحطها في بقك وهتاكلها حتى لو طعمها تحفة إنت الواحد بيشم الحاجة قبل ما بيأكلها فتقفله تغاضي عن أول 30 ثانية يعني لغاية بس ممناخيرك يحصل لها بعد كده خلاص يعني دخولي في الموضوع بقى وهيجبك جدا بس الريحة صعبة صعبة جدا وفيه فواكه كمان ريحتها دي انا ايه قوي ريحتها دائما معروفة إن هي ريحتها بتبقى حلوة قوي واللي هو إيدة لبيتك وريحته فاكهة عارب دي حاجة حلوة يعني لا طب هقولك على حاجة فيه فاكهة تانية اسمها جاك الجاك دي من أغرب ما فيها أنا أشمها بشكل وإنتي تشمها بشكل والراجل اللي هناك يشمها بشكل وهكذا زي البرفيم على كل حد غير اه بس هنا بقى الوضع مختلف خالص هنا فيه يعني أنا فيه حد شمها قال لي فيه ريحة حاجة مش نضيفة في المكان فعلا وانا بالنسبة لي بحب ريحتها جدا أنا ريحتها بالنسبة لي جايبة على ريحة أنا ناس على مانجا حاجة كده لكن فيه ناس اللي بتشمها ريحة بشعة من حد حد اه بس في الطعم وحط في الطعم كمان طب قولي بقى يا محمد جايبلي إيه النهار دا حكيلي اه هقولك بصي اه ده رامبوتان رامبوتان واحدة واحدة بقى كده واحدة واحدة ده بيشور؟ لا 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 خالص ده الألأ باكم هو من بعين شبه الأنفد اه شبه الأنفد وشبه الريتسة اللي بتتباعها في اسكندرية ايوه طبعا طب قولي ده من فين؟ ده من اندونيسيا ده من اندونيسيا اه ده من اندونيسيا ومش موجود في حتة غير في اندونيسيا اه هو أكتر مكان فيه موجود في اندونيسيا طب عايز يشم ريحته مشان بتايش انا معاكي نجرب واحدة واحدة يعني مش هتلاقي ريحة قوي ملوش ريحة بس هو مش ريحة فكهة بس لما نفتح هتلاقي في ريحة شوية طب يلا يلا بينا نفتح ولا نخش في البعده؟ لا يلا ده واحدة واحدة طيب انا هدوق كله طبعا لا احنا هنجرب كل حاجة احنا اما هنفتح بايدينة اما نفتح بالسكينة بص احنا ممكن ايه نعمل كده؟ ها نفع عاصة نفع عاصة لا احنا مش هنفع عاصة خلينا ايه نفتح احسن بالسكينة اقرب يعني اوكي بسم الله ايه ده؟ انا عايزك بقى ايه تكملي فتحها عشان تستمتعي بالتجربة انا مش عارفة انا عايزك كله ولا لا لا هتعجبك بس خلي باكش من فيها بزرة ايه انا عايزك كلها بيوت ده؟ اه اه الشريعة عشان انا بس دهالك تستمتعي بالتجربة يعني هي جوسي جدا 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 يعني انا ممكن هطلعها اه 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 هنطلعها بس خلاص ايه اخد بالك بس من البزرة والدين اله ما تقوليش على طعمها ايه وانا هقولك وانتقولي كلامي صح ولا لا طب قول عنب يعني اه 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 التيس في الاخر عينب شوية اه اه بس ايه طبعا التكستشاة بتاعها غير العينب خالص اه اه مسكتها كأن العينب من جوه بالزبط العينب هي من جوه اه و بعدين بعد كده تحس بس هي مش مسكرة او يعني العينب مسكر اكتر اه طبعا اه بس خاطب عليك من يعني بص لما نيجي نمسك ده كده من برا مستحيل دي لتبقى جوه اكيد مش هيكون في خيالنا ان يطلع ده من جوه صح هنلاقي بقى من ده كتير اوه احنا داخلين من اللي بره غير اللي جوه خالص. طيب ايه الفوائد بتاعتها؟ فيها فيتامينز وكده كتير؟ اه طبعا مغزن فيتامين سي. انا بدور دايما في الفواكه اللي بعرضها ان انا اقول الفوائد وشوية بركز على محتوى فيتامين سي في الفاكهة. بس كل فاكهة بيبقى فيها فيتامين غير التاني؟ طبعا طبعا بس غالبية الفواكه فيها فيتامين سي. وانا بحب فيتامين سي جد. مضادات للأكسادة حاجات بتساعد في العلاج والوقاية من امراض الكنسر. شوية حاجات كده مرتبطة بفاكهة فيتامين سي فعلشان كده انا بحب فيها كالسيوم فيها مغنيسيوم. بس اكتر حاجة الفاكهة. بس هل فيها فيتامين سي اكتر من الجوافة؟ تعتبر بنسب متقربة بس اقل من الفلفل. بس الفلفل المفروض اكتر من الجوافة؟ الفلفل فيه اكتر من الاتنين. ما انا بقولك اقل من الفلفل. الفلفل فيه فيتامين سي أكتب من الاتنين. فهي قريبة من الفلفل؟ يعني شوية. تحت الفلفل بشوية. وسعرها قد إيه؟ جينا بقى للكلام اللي مش لطيف. الكيلو بحوالي 750-800 جنيه. الكيلو ده اللي هو كم واحدة؟ الكيلو اللي هو ممكن يطلع حوالي. هي وزنها مش تقيل قوي فالكيلو ممكن يطلع حوالي 25 حباية تقريبا. بس ده برضو رقم يعني. أي فكهة غالية. لا أما لما نكمل بقى هنعمل إيه؟ لا لسه. هندخل على الألفات كده. جمدي جمدي لسه لسه. أنا هزرعه في البيت أسهل فهم؟ هنيجي لقصة الزراعة دي بس في أصناف هفاجئك بيها. طيب بما نحن سألناك على سعر أنت قلت لي اسمها؟ رامبوتان. رامبوتان؟ أه. هفتكرها برامبو. بالضبط وهي رامبو قوي يعني بالريش اللي فيها ده. طيب إيه أغلى أنواع فكهة جربتها في حياتك؟ أغلى أنواع كانت الهالة. هالة. هالة؟ أه سهلة دي. دي مكانت فين؟ الهالة جاي من أستراليا. أوكي. أه بس يعني من النوادر أنك تشوفي الهالة خصوصا كده في مصر. من النوادر أنك تشوفيها. وقليل أصلا في العالم كله اللي جربت الهالة. الهالة قبل ما وصلتني كان الكيلو بحوالي 1400 جنيه. وهي حجمها دي؟ كانت كيلو ونص. هي حجمها قد؟ يعني هي قد بطيخة قد المنجاية؟ قد بطيخة صغيرة. هي كانت جاية لي كيلو ونص. ها. هي واحدة كيلو ونص؟ اه. ده دي صغيرة. وسعرها ألف؟ 1400 جنيه للكيلو. ده كثير قوي. اه. بس ده دي كمان أنا نقيت انها تبقى حجمها صغير. هي المفروض ان الهالة في الوزن الطبيعي بنتكلم من أربعة كيلو وانت طالعة. مطيخة يعني. اه. اوكي. فده دي كانت من أغلى الحاجات. والجاك. الكيلو ممكن نتكلم في حدود ألف ومئة ألف ومتين جنيه. قد فكها غالية عمتا. هل هي بتبقى غالية علشان هي ندرة؟ ولا عشان هي جاية من بره؟ الاتنين. يعني الهالة بسبب ندرتها. ده في المقام الأول. إنما حاجة زي الجاك والزي الدوريان. لأنها جاء من بره. يعني لأنها في موضوع الاستيراد فيها. طب ايه أغرب نوع فكها انت شفته في حياتك؟ الهالة. هو ده؟ اه. الهالة كانت غريبة جدا. والدوريان طبعا بسبب موضوع اختلاف الريحة والطعم ده. لكن دول من أغرب الحاجات اللي ممكن يعدوا عليك. ودي لما نيجي نجربها. يلا تعال نجرب. يلا بينا. دي اسمها ايه ومن فين؟ دي جراندلا من أمريكا الجنوبية. اتفرج على اللحظة الحاسمة واحنا بنفتح الجراندلا. بص 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 بص. الشرطة شبه السفينج. هو عاد سيب نقطة تقع انتو متعرفش دي بكام لغاية دلوقتي. القشة شبه السفينج وشبه كمان القشة بتاعت البوملي. بس هنا من بره القشة نشفى قشة البوملي شبه البرتقان. ما عنديش استعدادات حباية تقع. بص امسكيها كده. ايه ده؟ اه. خبطي عليها كده. كانتها طريقة من جوه. كانتها فضية. اه لا اعملي كده. بسبعك. تحس زي عاملها يعني زي ما يكون فيها خشبة كده من بره خفيفة. اه. من أغرب الحاجات اللي هتشوفيها. غريبة قوي. اه. هي مدية على رومانا بورتقانا على فهم. من جوه بقال له ده مختلف خالص. اوكي. الجراندلا بالنسبالي انا يعني لو ممكن هختار نوع فاكهة. من وسط مثلا 3-4-5 انواع عيش معهم حياتي كلها. هيبقى من ضمنهم الجراندلا. اوكي. حاجة لطيفة جدا. بص اسمعي كده. كمترية. دخل على كمترة. لا بص بقية. ايه ده؟ اه. دي عاملك انها رومان. عايزك بس. يعني بس اللون مختلف. اه عايزك بقى تدخلي في الإكسبرينس بنفسك. وتشوفي بقى الموضوع ولطفته جدا هنا. مش حسيها قوي شكلها. بالعكس لا. بصوا يا معا. اوعدك بتجربة عمرك ما هتنسيها. وتجربة حلوة. لا 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 تجربة حلوة جدا. هي عاملة زي الجالي. بصوا يا معا هي عاملة زي الجالي. يعني لو عملنا كده هي مش هتوقها. يعني لو عملناها كده هي مش هتوقها. طيب خلينا بقى نجربها. اه. بسم الله الرحمن الرحيم. اوعدك هتعجبك. انا بحبك حدث مسكرة. هتخذ شوية وقت. اه كده لغاية ما اتطلعيها في المعلقة. ايوا مضغوا كله في بعض. مسكرة قوي. بقى انا بقولك اوعدك هتعجبك. اه. اه. يعني نغطي بقى على الرامبوتان شوية. اه. يعني ده ميزز اكتر من زي. اه طبعا. لو لو قلنا مثلا. بصي الجراندلة. هنا في شمال سينة. اه. في العريش وفي شمال سينة وفي بلاد الشام عموما. بيتزرع حاجة شبه الجراندلة. اللي هي بيقول عليها ميس فلورا. اه. او بيقول عليها ام الفواكه. لان ممكن الشجرة الواحدة. اه. تطرح مثلا ان يبقى فيها 200-300 حباية. وارد جدا تلاقي في حباية لها طعم غير التانية. حباية طعمها قريب للجوافة. حباية طعمها قريب للمانجا. وهكذا. فعلا تحسها فكهة كثير مختلفة في بعض. في حاجة واحدة. علشان كده بيسموها ام الفواكه. اه. لكن اللي خلينا برضو في المنطقة بتاعة امريكا الجنوبية والبرازيب والكلامدة. ساها محبش التاست اللي هو عامل زي الملبن ده. زي الجلي. اه. هم الجلي هم انتي على ملبن شوية. يعني هي فكرة بس الجلي في انه هو ايه لما نعمل كده ما يقعش. بس. لكن هي كتاست بالنسبة لي انا بحبها جدا. وبص القشرة بتاعتها. برتقان. انتي على قشرة ببرتقان. بص كده تلاقي. بتتكسر. لو مسكتها كده هتلاقي في القشرة من بره وقشرة من جوه. يعني فيها شغل. اه. بس غريبة. اه. غريبة جدا. انا لحد دلوقتي على فكرة بقى انت عاجبك الجراندال. لانا كان عاجبني اللي انسيت. الرامبوتان. الرامبوتان. طيب خلينا يعني ايه. خلينا ما ننبهرش بالرامبوتان. علشان في عندنا. فيه 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 حاجات كتير دلوقتي هندخل فيها دلوقتي حاليا. طيب خلينا نجرب كمان حاجة. يلا بينا. بصي بحا. خلينا نجرب المانجستين. مانجستين. من؟ من فين؟ من هولندا. هولندا. فوايده. من اقوى مضادات الكانسر على مستوى العالم وعلى مستوى الفوايكل على الإطلاق. لا نحن كنت كم واحدة بقى لصحابي. يلا بينا. بص المانجستين ليها قصة كده لطيفة قول. من كترة فوايد المانجستين. مالكة هولندا كانت بتزرعها في جنينة البيت بتاعها. وبتديها هدايا للملوك والأمر بتاع أوروبا. ما نكترم هي حاجة قيمة جدا. تعالي بقى لعبك لعبها حلوان. عدي كده. في كم وردة من تحت؟ ايه ده هي أصلا شكلها غريب جدا. بصوا يا جماعة. بصوا هي مزروعة كأنها سبحان الله بجد. وردة. عدي بقى كده. عدي بقى كده الوردة اللي تحت ده كم ورقة؟ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. يبقى هنلاقي في جوه ست فصوص. يه؟ يعني على حسب فروع الوردة. اه على قد الوردة اللي برا. ورقة الوردة. على قد ما كان في فص جوه. بالزبط. وكل ما يزيد أحسن ولا كل ما يقل أحسن؟ مش هتفرق كتير. نفس الطعم. اه نفس الطعم. لأن كده كده هنلاقي فيه فص واحد بس كبير والباقي حجمهم صحيح. سيئة سبحان الله شكلها. يعني هي الوحدة. هتتفجئ أكتر من شكلها من جوه. اوكي. يالله بينا. مش هنحتاج فيها سكاكين خالص دي. احنا نعمل كده. بسم الله. ايوه. جاهزة؟ جاهزة. جدا؟ انا اكسايتك جدا. يالله بينا بسم الله. هي من دي هو على اللون. ايه دا دي كأنها وردة. بالزبط. عنديهم هتلاقيهم ستة. هي. في واحدة وقعت ماشي. مش مشكلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. زي ما هو. بزبط. بس في واحدة وقعت على الأرض. اه. وبص اللونها من جوه. لا هي كأنها يا جماعة وردة. بصوا عاملة ازاي؟ شكلها خطير. سبحان الله بجد. اوعدك بطعم برضو مستحيل تنسيها. طب دي أكلها بإيدي؟ اه اه لا بإيدك. يعني لو عايز خرجة بالمعلقة عشان ما تبهدليش ايدك. اه. دي واو. اه. ومستحيل في حياتك تدوي أي نوع فاك. هانا وشوفها. مستحيل تدوي أي نوع فاك على الإطلاق في طعم المانجستين. فضيعة. اه. بجد حلوى. حبا جدا. دي أحلى حاجة أنا دقتها بالنسباني. وهتبقى أحلى حاجة في طول الموجود ده كله. لا لا تحفظ. ها مش هخلصها عشان نكملها في الآخر بعد ما تدوق لي كله. يا رب اللي جاي ان شاء الله يكون كمان أفضل. طيب قولي. بتعرف بتساعد على ايه كانسر ايه؟ بتقتل خلايا سرطانية. جدا جدا. وبكفاءة وبفعلية عالية جدا. برضو فيها فيتامين سي كتير قوي. فيها مضادات أكسادة كتير جدا. فيها كمية زينك كويسة قوي. هي بتستخدم أساسا للقضاء الأورمين السرطانية. ومكافحاتها. وموجودة بس في هولندا. موجودة في شرق أسيا وموجودة يعني بقى كل المناطق بتاعت أسيا بتتصدر لها. لكن هي منشأة أصلا هولندا. وفي شرق أسيا طبعا بكميات ضخمة جدا. طبعا. طب ودي لو أنا عايزة أجيبها أجيبها إزاي؟ في أماكن هنا بتباعها لكن برضو بأسعار قوية شويتين ثلاثة. قد إيه؟ 900 جنيه. يه؟ كيلو 900 جنيه؟ آه. وهنا الكيلو مش هيبقى في كتير لأن هي وزنها تقيل. يعني بتوزن. طب خلينا نشوف. أنا عايزة أجرب دي. أنا نفسي أشوف دي إيه؟ يلا بينا. دي البتايا أو الدراجون فروت. دراجون فروت. أنا عارفة إذا سمعت عنها. آه. أفريقا؟ لا. أسيا. وفي منها في أفريقيا بس هي في أسيا برضو أكتر. أسيا أكتر. في أمريكا وفي مصر. في مصر في منها؟ دي بتباع في مصر؟ بتتزرع في مصر. تتزرع؟ طب حنا ما نعرفش حاجة عنها. من هنا بقى هنبدأ نتكلم على الحاجات التي بتتزرع في مصر. طب ندوق. يلا بينا. يلا. الدراجون فروت. لها حوالي 14 نوع تقريبا. كلهم بيختلفوا في الألوان من بره. وشوية الألوان من جوه. والطعم بتاعهم. أوكي. أحلى لون المسكرة أكتر الحمرة؟ المسكرة أكتر. اللي هي أحمر من بره وأحمر من جوه. اللي هي ريد إنسايد فلاش. أوكي. بسم الله. أيوا. جاهزة؟ جاهزة. يلا بينا. شكرا حلوة قوي. بصوا يا معنا شكرا عامل إزاي؟ أنا بحب الفرست امبريشن ده قوي. يعني أنا أحب أتفرج قوي على اللي يكون قوي مرة يشوفها. أحب أتفرج قوي على انطباعه الأولي كده علىها. حلوة قوي. تحسيها عاملة زي الكريمات. بالزبط. لوقاية تحسيها صورة. مش حاجة حقيقية. أشد؟ أه 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 طيعت. خيفة عليه هم عارف؟ لا 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 برحتك خالص. أخذ بقى معالاة بليز. قادي نشفة. أه أه. هي التكستر بتاعها مختلف شويتين. مش عارفة. هنا الصدمة بقى. هنا بقى الصدمة. مش مسكرة. خالص. لا مش.. أنا لسه الوردة بصاحبتي دي. بزبط. هنا احنا ما فيش طعمة خالص. بس فيه هاك صغيرة بتتعامل. بيعملوها أكتر الناس الأسيويين. الفاكهة دي لو جابنا نص لمونة. ونقطنا كده كم نقطة. هي تغيرت عماء. هيديك نسبة سكر أعلى بكتير. أه. معنى اللمون حامض. المفروض اللمون أه أساديك. لكن لا بيدي سكر أعلى بكتير. مجرد بس ما نقطت عليها كده كم نقطة. دي برضو من الحاجات المضادة للكنسر. برضو. وبردو من النسب فيتامين سي العالية جدا. جدا. فدي الكيلو المسترد بتاعها. لو ده دي جاء من تايلند. الكيلو بتاعها ممكن يعمل حوالي برضو من 750. وهنا انت بتقول انها بتتزرع. اه. طب كان بقى. وخلينا فاجئك بالسعر وبالحجم وبالجودة بتاعتها. الكيلو في مصر هنا اللي هو الانتاج المصري. بنتكلم من 170 إلى 220 جنيه. ده فرق شاسع. طبعا. احنا بنتكلم فرق 600 جنيه. اه. واخد بالك ده السعر اللي هو أنا اشتري بيه وانت تشتري بيه. مش سعر تجاري. ده سعر يبيع وشارع عادي جدا. هم. واللطيف بقى ان احنا وصلنا هنا في مصر. الاحجام ممتازة. يعني. طب بتتباع فين. لو انا عايز اشتري منها في مصر. فيه فيه سوبر ماركت موجود فيها. وده انا لقيت فيه فكهاني في باب الشعرية. عنده يعني حطت كده كام رف مليانين درجون فروت. انا هيخد منك عنوان الرجل في باب الشعرية. يلا بينا جدا. من اكيد كمان سعره هيكون ارخص كتير من السوبر ماركت. طبعا. طبعا هو الانتاج المصري من مئة وسبعين لامتين وعشرين. ما بيعلاش عن كده ونادرة لما تلاقيها أقل من كده. والاحجام بتاعتنا كمان حلوة جدا. جدا جدا. فيه شفت شفت ناس مطلعها انتاج. الحباية في حدود الكيلو اللي ربع. فده طبعا. كبيرة جدا. ده عيلة تكلها بقى مع بعض كيلو. اه يعني ده حاجة ضخمة جدا. بس. طيب ممكن نجرب دي. يلا بينا. دي اللي نقصها صح. دي ودي. الباشون فروت كمان. اه باشون فروت معروفة. اه اه. موجودة في مصر. مش معروفة لكل الناس. اوكي. اه لان الباشون فروت كمان برضو بتتزرع هنا في مصر في الشرقية. وبرضو في شمال سينا. اوكي. وفي بلاد الشامبة. بس ميش من لقيها بسولة في مصر. مهو بصي. اللي بيزرع الحاجات دي غالبا بيبقى للاستخدام الشخصي بتاعه. غالبا. زي ده كده. يعني لما نجيله. فعلشان خاطر يطلع منها ويبيع. لسه ما اوضا ما انتشارش قوي. وفي عندنا كمان في البحيرة. الناس بتزرع موز احمر. مهو. وده برضو كان من الحاجات اللي مبهرة جدا بالنسبة لي. فالباشون فروت تعالي نجربها. دي كمان من العصير بتاعها بيبقى طعف. مميل. ولو وسبتها شوية على النار عملت منها زي بيوري. لأ عمري ما جربت. خضي عصير يا بكلها كده. لا لا اعمليها كده كان فيها على النار. خليها كده الأول النوارية. يا جماعة ده اسمه باشونت فروت. فاكهة العاطفة. اه. باشونت أصلا يعني عيش. اه عاطفة. هم بيقولوا عليها. يعني هي ما بتتخدش عندهم بالعيش قوي على قد ما هي فاكهة العاطفة. دي أنا عارفاها بس بموت فيها. أكتر حاجة بحبها. بقى انت كده بتميل لي أكتر لحاجات المززة. اه. لأن هي مززة قوي. بص انت هناك حملت ازاي. صح. بس عايزة قولك ان هي وهي عصير مسكرة أكتر. لأن بيتحط عليها بقى سكر وبتحط عليها شوية حاجات تانية تغير الطعم. لكن إجمالا هي من الحاجات المززة قوي. وفي منها شوية كده يعني بالحظ. ممكن يطلع لك واحدة تكون طعمها مسكر شوية. لكن برضو مش هتكون مسكرة اللي هو أقول عليها دي مسكرة. لا. والفيتامينز بتاعت الباشنة فروت ايه؟ برضو فيتامينز كتير جدا وفيها نسبة مغنيسيوم محترمة قوي. يعني كويسة جدا جدا. محفظة النهاردة عندي عضلات صح؟ يعني لو خلصنا الطبع ده ممكن نقلق منك بعد كده. طيب ودي اسمها ايه؟ بصي دي المفاجأة بتاعتنا النهاردة. ده ايه الأول؟ برتقانة صغيرة. ده لمونة. اللمونة؟ اه ده لمونة. ده لمونة. ده شجر لمون. وده يعتبر بالنسبة لي أهم حاجة في الكلام ده كله. لأن ده جاي الهدية. من مصر من هنا. حد شاف الكنتنت بتاعي. وعجبه. وبعتلي. اه بعتلي. وبعتلي كمان مرة وحصل مشكلة في الشحنة. أم بعتلي تاني. واتفاجئت بأن ده لمون. وهتتفاجئ أكتر لما تدقي. ده أنا مقدرش تكل لمون. هاكل لمونة؟ معلش. حاضر. معلش. انت عارفوا ان انا ازاي يا جماعة والله بضحي. بضحي باللمون. والله علشان بس. بزيز قوي يعني. معلش علشان خاطري. معلش. خلينا بس نعترف بأن التجربة هتكون مميازة قوي. معلش. طب انت مش قلت زيلة وحطينا عليها لمون تبقى حلوة؟ جربي. اينا دي مسكرة؟ ايوة بس هو ده كده خلاص. دي مسكرة يا جماعة دي مش مش لمونة. اعم ما هو عشان كده اسمه شوجري لمون. اسمه شوجر؟ شوجري لمون. شوجري. اسمعها شوجر. شوجري لمون. اعم. يعني لمون مسكرة. اعم بالزبط. اوكي. سيحلوة. كانت اول مرة في حياتي شوفها وكنت اول مراس معانها. فيه انواع لمون كتير قوي. فيه عندنا لمون كافيار ولمون اللي هو الأداليا واللمون البلدي. بودة فنجرز اللي هو لمون صابع بوزة. بس سؤال هي اللمونة دي فكة. هي فكة مش بتتحط على اكل او حاجة. اه. عايس بتتحط على الاكل براحتك. بس سواء الطعم ده مش هيسمح انها تتحط على الاكل. هي مسكرة. هي طعمها قريب. للبرتقان السكري. بس ما بقاش سكري قوي. وخذت بالليك امر ريحتها. هتلاقي الوضع مختلف شوية في ريحة. مفيش ريحة حمضيات. لا خالص. هي في ليها ريحة ترابية كده مميزة قوي. هي تورفين. اه. ده بجد هي ريحة حلوة قوي. مختلفة. اه هنا بقى الاختلاف. وده كان لطيف جدا بالنسبة لي ان يبقى فيه حاجة في مصر. وانا ما شفتهاش برا قبل كده. وبعدين يعني هي اول ما جات لي ده لمون. لا اكيد بتهزره ده اكيد مش لمون. حتى شكل القشرة الريحة كمان. وده بتزرع في مصر. اه 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 موجود هنا في مصر. موجود هنا. والاحجام دي لطيفة جدا. والطعم ده كمان كمميز قوي. يعني يتصنف من ضمن الحاجات. يعني انا لو حطيته جنب لمون صوابع بوزة. واللمون الكافيار. هيبقى صنف من الاصناف المميزة جدا زيها. لا هو فضيع. بصراحة وما كلهم حلوين قوي. السلام. النهاردة انا بجد تعلمت حاجات كتير قوي عن الفكه. هيخد منك ارقام الفكهانية اللي بتبيع الحاجات دي. يلا بينا جدا. لان اكيدا ده حاجة اولا بتفيد صحتنا. طبعا. طعمهم حلو جدا. اه. ونشتريهم من مصر عشان يكونوا ارخص. صح؟ يعني. دي خطيرة. اه دي خلاص بقديل اللي حصل بالكم صاحبية. يعني انا خدها منك انا ماشي. دي احنا حبينا بعض. خلاص. مرسية محمد جدا. قفتنا جدا 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 جدا. النهاردة. ومبسوط قوي انت كنت معنا. ان شاء الله نشوفك تاني ورا. ان شاء الله بإذن الله. ان شاء الله. وبكده نكون خلصنا حلقتنا. نشوفكم الأربعة الجاي في نفس المعادة. باي باي.